أهلا وسهلا بكم أصدقائي الطلاب بالدرس الثامن رح نبلش في البداية في عنا طبعا كلمات جديدة ونفس الوقت في عنا رح نبلش بالتمارين تبعات الدرس Past and Present ورح نحكي عن طريقة الأسئلة اللي رح تجي بالفحص رح نبلش بالنوطة الكلمات الدرس رح يكون عن keeping up with the news يعني الاطلاع على آخر الأخبار رح نبلش قراءة وتابعوا معنا Afford يتحمل بمعنى يتحمل شراء الشغلي مو يتحمل عبء يعني عبء المصاري الفلوس Still لا تزال Inexistence موجودة كلها كلمة واحدة Inexistence was published طبيعت مبني للمجهول بعدين نحكي عن مبني المجهول Austria هي النمسا تنتبهوا بينا وبين Australia contain تحوي news أخبار advertising الإعلان أو الإعلانات are printed تطبع كمان مبني للمجهول low cost paper ورق رخيص الكلفة paper تجي بمعنى جريدة أو صحيفة daily بشكل يومي أو يوميا weekly اسبوعيا أو اسبوعية national وطنية local محلية began بدأ Germany ألمانيا where handwritten كانت تكتب باليد where handwritten person to person من شخص إلى شخص wars حروب economic conditions أوضاع اقتصادية economic اقتصادية conditions أوضاع ولا غير معاني طبعا social customs عادات اجتماعية social هي الاجتماعية customs هي العادات human interest features مقالات تهم الناس هاي هي اللي تهم الناس features بمعنى مقالات expensive غالية poor people الفقراء يعني الناس الفقراء الفقراء بهذه المعنى cheaper أرخص ordinary people ناس عاديون are called يدعون هاي طبعا مدنين للجهول كمان journalist هو الصحفي send yourself report on يغطي reporter هو التقرير متل ما بتعرفو all events كل الأحداث news agencies وكالات الأنباء happen يحدث editor هو المحرر بالجريدة أو الصحيفة عمود التاني متل ما لاحظين شوية هون الكلمات كتيرة بس بل متل ما اتفقنا في البدايات رح يكون هذا الشيء بس will go هون تجيب معنا سوف توضع سوف تذهب سوف توضع عن المقالات بحكوهون half the coast نص الثمن الآن لا تلفظ instead بدلا من go online يذهب للإنترنت معنا يتصفى عن طريق الإنترنت websites مواقع إنترنت بلأس بتصير موقع although hello على الرغم من ونتلفظ z the once a day هاي مركب جميل مرة في اليوم precious news أحدث الأخبار opinions آراء comments تعليقات headlines عنوين is paid for by advertising يدفعوا بواسطة الإعلانات is paid for by advertising weather forecast نشرة جوية review review مقالة نقدية advert إعلان caption تعليق much يوصل أو مباراة إلى ما عندت معاني reasons أسباب look at انظر في products منتجات explanations explanations يشروحات explanations find out تكتشف find لحالة يجد short قصيرة لف تضحك كون الجيء تلفظ ف مولك لف فني مضحك مضحك in those days في تلك الأيام بباست تمرر used to اعتيدا printing طبع the oldest newspaper صحيفة which لا تلفظ حيث أو أي تجي عدت معاني started بدأت هو الذين هو و لا تلفظ و around حول هذا يكفي بالنسبة للكلمات نتسأل للنص الذي قلنا عنه يعني تمارين قبل ما نتحدث عن تمارين هناك شغلات يجب أن نعرف بالنسبة للنص كيف الطريقة التي تأتي بالفحص الآن كالبداية سأعطي لكم طريقة سريعة كيف يأتي بالفحص لكن قبل أن نبدأ سنرى التمارين لأنه بدأ ترطيبة ثانية طريقة الفحص لأنه طريقة الفحص سهلة ما كتير صعبة يعطوني نص بيسألوني علي سؤال وتحت السؤال في ثلاث اختيارات وهي الاختيارات بتكون صحة وخط باب اختار من ABC نحن نحكي عنه بشرح لي كلمات بدي ألاقي الكلمات من بحط لي ثلاث خطوط وبيشرح لي كلمتين بيقول لي أي الكلمتين بتناسب هاي الكلمة يعني شلون يعني مثلا كلمة school ممكن يكتب لي المكان الذي ندرس فيه هو school ولا leave ولا Arabic أكيد هو school المدرسة هايك أسئلة رح أعطيكن بشكل مفصل أكتر ولكن رح حكي عن شغلة تانية حاليا والهي شي اسمه دليل المعلم دليل المعلم هو الأجوبة اللي بتكون بالعادي للدروس مثلا بيجي 13 exercise 1 هذا طبعا دليل المعلم الكتاب القديم بس هو نفسه لأنه حدثوا عليه تحديثات مو أكتر من هيك في بعض التحديثات دليل المعلم بس لحتى يعرفوا الطلاب الشو هو دليل المعلم هو الأجوبة اللي بتصدر من المؤلفين تبعات الكتاب بالعادي بتكون 95% أو شبه 100% الأجوبة لازم يتقيد فيها الأستاذ ويتقيد فيها الطلاب بالعادي الأسات زي طبعا أكيد بطلبوا على دليل المعلم هذا الشيء لا يخفى مولا أنه هنين ضعاف لا لأنه الأستاذ ما بحب يسمع حكي بعدين بعد ما يتجاوب على الأسئلة في أحيانا بعض الأجوبة بتكون تقييدية يعني مقيد فيها الجواب ما مختار غير هذا الجواب مثلا كلمة سكيرل هذا التمرين راح تشوفه هو التمرين يقبل أكتر من جواب ولكن الأستاذ يعني هلها راح تشوف ما بحب أنه يسمع كلمة فبتقيد بالأجوبة الموجودة بدليل المعلم أما في بعض الأسئلة بقبل أكتر من جواب مثل القواعديات في أحيانا بعض القواعدات أكتر من جواب إلى مثلا كلمة أبل واللي بمعناها تفاحة لما أقول بس تفاحة بدأ أقول آن حصرا ما بصير أقول إيه هاي ما بقبل غير جواب واحد هاد طبعا جواب واحد ما بصير أي حدا يغير عكيفه ولكن في بعض التمرين تقبل جوابين وما شرط يكون مثل هذا التمرين اللي راح نحكي عنه راح أعطيكم مثال بسيط دليل المعلم مو إذا صار بأيد الطلاب معنى هذا الشي غلط لا ما راح يكون شي غلط إذا صار بأيد الطلاب لأنه بالأخير الأسئلة الفحصية ماذا أمن بتجي مثل الكتاب ولكن لازم الطلاب يعرفوا أنه في شي اسمه دليل المعلم في يطلعوا عليه أكيد ما هو معنى غلط هلا هنن بالصف لما بدي يكون المدرسة أكيد يصير في بعض التمرين هذا التمرين مثل ما اتفقنا يقبل يقبل هذا التمرين أنه يكون له أكتل من جواب راح أطيكم مثال ورح تشوفوا كيف راح نقرب بين الطالب والأستاذ لحتى ما يحس حاله الطالب أنه بعيد عن هاي الشغلات هاي شغلات بالأخير سهلة راح أشوف مثلا معنى متحمس بتعرفوه طبعا هون التمرين نسيت أقالكم أعطيني مشاعر إيش الشعور لما بكون عندك هاي المواقف إيش معناته يعني لو أخذنا مثلا رقم أربعة هند is just about to do an exam إنه هند just about to do an exam يعني just about بمعنى يعني تقريبا أو على وشك تقدم فحص لما بكون واحد على وشك يقدم فحص إيش الشعور الداخلي اللي بيجي مثل اللغة العربية نحن من أول المشاعر الشعور العاطفي للشاعر أو إلى آخره أكيد بكون من تلبك بتكون ممكن منرفزة معصبة ممكن يعني مقلقة ما في شعور واحد فهي كلمة المشاعر فلما بيجي الأستاذ هيك بتمرين طب إيش يحط للطالب ممكن يحط مثلا هون كلمة رقم أربعة إنه scared خوفاني أوكي منروح على دليل المعلم رقم أربعة عطاني نرفز منرفزة يعني منفعلي طب هدا يعني الأستاذ غلط لا ما يعني أكيد الأستاذ غلط هذا ما معناته الأستاذ غلط معناته إنه الدليل حياطين إنه تروح كلمة nervous لأنه كلمة scared الخوفان رح نستعمل مع كلمة ثانية فمنا ننتبه من نسبة له هدول أعطيكم بسرعة بعض التمارين مثلا هاي المشاعر يخذينها من قبل مفترض على الطلاب إنه يكونوا قرؤوا الصفحة هاي و بيعرفوا ترجمة المشاعر مرح أعيد المشاعر لأنه أنتو كل كن مفترض تكونوا تعرفوها طيب لما منقول لبنا لوس س س كول بوك يعني لما لبنا بتخصى بتفقد تفقد كتاب المدرسي لما واحدة ضيعت كتاب المدرسي إيش الشعور اللي بيجي ممكن وعالناس يقولوا عنه قلقة ممكن خايفة ممكن معصبة ممكن بنربز خلينا نشوف الدليل غلط لا مو غلط دليل يلكون أنه معصبة أو مو معصبة معنى تعصيب من شخص هون معصبة هي من حاله هي بالعادة بتكون معصبة من شخص تاني مثل هون مثلا لما شوفوا هون أخ الصغير لعمر يعني أخو لعمر الصغير هون هي الملكية يعني هاد ملك لهاد بمعنى أخ عمر الصغير أخو لعمر الصغير كسر له أو عب يكسر له لعبته على الكمبيوتر إيش بكون شعوره لعمر أكيد حسب الدليل يعني معصب منه فننتبه بين أبسط و أبسط بالعادة بتكون معصب من حدا أبسط أنا معصب من جواتي هاد الشعور طيب فهد عب يسمع طج في منتصف الليل إيش الشعور اللي بكون لما واحد انتصف الليل بسمع ضرجة جواب خوفان لاحظين حكينا أنه هند على وشك يعني وقفة قبل ما تدخل على الفحص فالشعور اللي جاية له انت نيرف اسم نيرف زي معنى نيرف زي هون يعني تلبك مو معنى نيرف زي الشخص لما بكون نيرف ما باعر في العربي بشكل حقيقي ما الترجمة بس بمعنى انه نيرف ننفعل بهال معنى فينا نقول منفعل رشيد رشيد فريند داز اذير كود رشيد رفيق لرشيد هاي ابو اسم متل ما اتفق ملكه رفيق لرشيد عب بعمل كتير جيد مشروع يعني مشروع جيد كتير فالشو الشعور اللي جاي لرشيد مبسوط بهال معنى كلمة مبسوط مبسوط ستة سي هام س جراند ماذر إز ان يعني جدتان انت لسهام تكون في المشفى فاش الشعور اللي بيجي لسهام أكيد هو شعور الوريد القلقة هذا القلق لما مريم تنسى جاوب على جواب على سؤال سهل شعور لمريم مريم يعني متلبكة الظاهر ما فما عرف تتجاوب وآخر الشي إيسا وين سبرايز لما عيسى عبر بربح جائزة ايشو الشعور بكون عند عيسى مبسوط يعني يعني متحمس يعني بهال معنى مبسوط هاي بالعراضي لما شي بدي يصير فبتجينا هذا الشعور دبانك كمان تقريبا مثل الحماس طيب هاي العجوبة انت جبتها من هون معناتها نحن عم نغش لا نحن ما عم نغش نحن عم نلتزم بالدليل اللي حطه المؤلف طيب لو حطيت جوابت آخر في الفحص مقبول أكيد مقبول بس هو على كل هدا الطريقة ما بتجي بالفحص بتجين هيك بالفحص بهيك الطريقة ممكن حتى نحط للميسال عطيكم بسيط بس هو قلت لكم هيك اسئلة بالعادلة تجي بالفحص مثلا لبناء لوس سكول بوك يعني لبناء فقدت كتاب المدرسة ممكن لكم هي اكسايتد ولا نيربا ولا مسلا مو نيربا هي اكسايتد ولا أبسيت فبتجاوب على كلمة أبسيت أكيد ما يمتحمس إنه أكيد خسرت أو فقدت يعني هيك شي تقريبا هذا كل شي بالنسبة للتمارين التمارين كله بتمشي على هالترتيبة في دليل أطلع عليه مثل ما قلت لكم طلعت ولا ما طلعت بالفحص ما تستفيد وشي الدليل هو بقلكون إنه بعد ما جاوبته هذا صح ولا غلاط في طريقة أنا بدأ تبع بالعادة لما بدأ عمل الكتاب بالنوطة واللي هي بنحول أسئلة الكتاب على شكل اللي بيجي بالترتيب الوزاري طبعا لأنه الترتيب الوزاري طبعا مختلف عن طريقة الكتاب اللي نحطت فنحن إيش بنعمل بنحط أجوبة ياهاد ياهاد وبالأخير بنحط الجواب الأسئلة والغاية منها ممشا نتنقيل لأنه الأجوبة وهي طريقة طبعا في كتاب كتير عملت أوكسفورد جيمبريج هالجامعات اللي عملت سلاسل مثل هدوي فيس تو فيس نيو انجليش فايل هالسلاسل لتعلم اللغات فبحطوه بالأخير الأجوبة ممشان الطالبين أو لأ الحدي يتأكد جوابه كان صح ولا لأ مو أكتر من هيك